رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بيسوسا أن الفرع تقدم بشكاية جزائية ضد عوني الأمن الذين اعتدى بالعنف اللفظي والجسدي على المحام عادل رويس يوم التسع عشر من جنفي الجاري أمام المحكمة الابتدائية بيسوسا وأفد خلال الندوة صحفية انتظمت مساء اليوم بيسوسا بأن بحثا تحقيقيا تم فتحه في الغرض على إثر الاعتداء الذي تعرض له أحد المحامين من طرف أهد أعوان الأمن أمام المحكمة الابتدائية بيسوسا عقد الفرع الجهوي للمحامين بالجهة ندوة صحفية ندى داخلالها بتكرار الاعتداءات على الحريات والمحامات والمسي من حرمة المنظومة القضائية اعتداء والغاية منه الإهانة في الصفحة من ناحية وانا طالع عن بعد يقول لي بيسامحني نسخيلكش محامي نسخيلك مواطن وانا خدمت محامي انه اندفع المواطنة ذكره من يخال اننا قمنا بثورة لا تفيد انه عائد الينا من جديد حتى يخرس صوت من غنى النشيد سوف يدرك انه امر محال انه صعب يكون حتى في بعض الخيال ويعتبر الاعتذار غير كافي مقابل السكوت على تجاوزات التي تمس بالحريات اشرف سيد الوكيل العام اليوم وسيد رئيس الاول لمحكمة للسناف على ايجاد حل لتسوية هذه الوضعية احنا باركنا معناها هذا المقترح ما راعني وافاجأ ان نقابة الامنية تتوجه بدورها بشكاية جزائية معناها ضد الزميل عدل رويس اللي هو ضحية الاعتداء ندوة صخوفية ختمها رئيس الفرع الجيهوي للمحامين بدعوة الى وقفة احتجاجية يوم الغد متبوعة بمسيرة تجوب شوارع المدينة مع تفادي المرور امام المراكز الامن وفي بلاغ لها اكدت وزارة داخلية ان موقفها يظل ثابتا فيما يتعلق باحترام الجهاز القضائي وسلك المحامات وكافة المنتسبين اليهما ونبهت الوزارة الى ان مثل هذه الحالات المعزولة ان حصلت لا ينبغي ان تتنزل خارج اطر الخلفات الشخصية ويبقى البد فيها من مجمولات القضاء مجددة التزامها التام وكافة المنتسبين اليها وكل الاطراف بتطبيق القانون والالتزام بمقتضايته ترجمة نانسي قنقر